حالة من الاستنفار والترقب تعيشها محافظة إدلب ومجمل مناطق الشمال السوري تحسبا لعملية عسكرية قد تبادر إليها قوات النظام السوري مدعومة من روسيا في أي لحظة الاستعدادات الميدانية العسكرية للعملية المرتقبة على قدم وساق النظام السوري يواصل استقدام التعزيزات العسكرية إلى حماوة إدلب واللاذقية وفي المقابل المعارضة السورية تتهيأ للصد استعدادات عسكرية ولوجستية وتدريبات تحاكي المعاركة المنتظرة وحفر للأنفاق وتحصين لمواقعها لصد أي هجوم محتمل لقوات النظام ومع وصول الوضع في إدلب إلى خواتيمه وبانتظار حسم الأمور إما بالحرب أو بالتسوية حذرت المعارضة السورية النظام من أن المعاركة في إدلب لن تكون نزهة متهمة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بإعطاء الضو الأخضر للنظام وحلفائه بشن العملية وشددت المعارضة على أنها سترد بقوة على أي اعتداء من جانب النظام السوري وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف من جانبه قال أن حكومة النظام لها كامل الحق في تعقب الإرهابيين وإخراجهم من إدلب مضيفا أن المحادثات مستمرة لإقامة ممرات إنسانية مشيرا إلى أن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة